تكون هذه الشهرين زخم قوي وحالة استنفار من الجميع تقييش مستمر لميليشيا الحوثي غرب اليمن حيث يواصل الحوثي تحديه لقوات التحالف والشرعية عبر عمليات التجنيد الإجباري لأبناء الحديدة والدعوة للاستنفار الشعبي في مواجهة ما تسميه الميليشيا بالعدوان السعودي نحن بقى نقول لكم أبناء اليمن سيخوضون البحر دونكم صالح الصماد أكد في كلمته أمام جمع لقيادات الميليشيا في الحديدة أن الحوثي أقوى مما قبل ومستعد لخوض حتى البحر لقتال قوات التحالف وقد سخر الصماد في كلمته من عدم قدرة التحالف على حسم المعركة تصريحات القيادي الحوثي أتت بنظر مراقبين في ظل فشل التحالف حسم تحرير الحديدة ويعيد محللون ذلك الفشل إلى تعمد التحالف إزاحة قوات الجيش الوطني وإصراره على تسليم منف الحديدة إلى قوات غير شرعية تابعة لرموز المخلوع صالح حيث جهزت الإمارات بغطاء من السعودية معسكرات لطارق صالح غرب تعز بهدف إدارة معركة الحديدة كما هو معلن مما يؤكد أن معركة الساحل الغربي لم تعد بين الشرعية والإنقلاب بل أضحت بنظر معارضين للدور الإماراتي بين ميليشيات مدعومة من التحالف وميليشيا الحوثي تاتي عمليات تقييش ميليشيا الحوثي مواطنية الحديدة بالتزامن مع عدم قدرة المبعوث الجديد إحداث تقدم في الملف السياسي الذي تشكل الحديدة أهم بنوده وتتزامن تحركات القيادات الحوثية في ظل تعقيدات سياسية وعسكرية بين الشرعية والتحالف وهي التعقيدات التي تسببت بتاخير عمليات الحسم العسكري في الحديدة وصنعاء تقييش وتقييش مضاد بين الميليشيا والتحالف يرى الكثير من اليمنيين أنه سيستمر على حساب قضيتهم الرئيسية السعادة الشرعية وبناء دولتهم المأمولة ولا جديد فيها وفق ناشطين سوى نقل معركة الانتقام بين طرفي الانقلاب من صنعاء إلى الحديدة